فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون آية النهاردة وراها كنوز ما أشد احتياج شبابنا وبنتنا للآية دي في هذه العصور الآية دي لها قصة نزول ربنا بيقول أقم الصلاة الطرفي النهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين سيدنا الإمام البخاري بيحكي أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فشكى ذلك إلى رسول الله فسكت النبي ونزل القرآن يلي قبلت المرأة دي القبلة الحرام دي لأنها مش حلالك مش مراتك أقم الصلاة طرفي النهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كنز الأولاني اللي في الآية دي إن الراجل ما استحاش إنه ياخد عيبه وذنبه ويجلس بين يدعي الخبير عشان ينقذه ساعات الإنسان عيبه وغلطته وذنبه بيبقى أكبر من إنه هو يعرف لوحده يتخلص ويتحرر منها فيروح وشوف العلم يقول لك لا يتعلم مستحي ولا مستكبر هو ما استحاش ولا استكبر إنه يروح يقول له أنا غلطت الغلطة دي إلحقني أعمل إيه ورح لمين؟ رح للنقاء والطهارة والعظمة كلها ما استحاش إنه يقعد بين إيديك دي يقول له أنا عندي الغلطة دي لأنه عارف إن سيدنا النبي هيساعده وهيتقبله وهيرشده لخلاصة الخلاصة جون جاتمن أحد أكابر الناس اللي تكلموا عن العلاقات الزوجية وصلح مشاكل كتير ما بين المتجوزين كان بيقول إن من أكبر مشاكل المتزوجين إن هما مش بيلجأوا لمتخصص إلا بعد مشاكلهم تتفاقم ويأذوا بعض جدا ويجوا بعد كده وهم علاقتهم مهشمة تماما عشان كده لما يبقى عندك مشكلة معينة مثلا فكرة عن ربنا حصل حاجة في أقدار الله كده أنت مش عايف تربطها بصفات ربنا إزاي ربنا العظيم الرحيم العدل يعمل معايا كده أنت محتاج عالم أو شيخ أو حد عنده علم من أصحابك تسأل ويفكلك الإشكالية دي عيب من عيوبك كل ما تتوب ترجع تاني كل ما تتأسف ترجع للغلطة دي روح لحد يبقى عنده كده شوف ربنا يقول ولا ينبقك مثل خبير مش كده في الشغل مش عارف أعمل بريزنتيشن مش عارف أقدم نفسي في الاجتماعات بطريقة كويسة روح لحد لا تستحي ولا تستكبر الراجل راح لسيدنا النبي قال له أنا قبلته واحدة أنا مش عارف أعمل إيه ونزل القرآن ده الكنز الأولاني الكنز الثاني سيدنا عمر بن الخطاب بيقول من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن راجل ده قلبه واجعه لما غلت الغلطة دي بعيدا عن الكلام عن الصحابة خلينا نتكلم علينا بقى مش نشر صورته هو بيعمل كده مش راح قال شوفت أنا عملت إيه مبارح وقعد يحكي ويجاهر بمعصية ربنا مش استحلى الموضوع وقال الله حلو الموضوع لنا دقته ده ويرجع تاني خد بالك هو توجع فرمأ نفسه ما بين إيدين الخبير عشان ينقذه احترام الوجع ده من احترام نظر الله لأن الوجع اللي في القلب ده هو أحد الرسل اللي بتقولك ارجع لربنا سبحانه وتعالى الضمير ده نفس اللوام فده الكنز التالي الكنز التالت الشهوات بتظلم الروح الإنسان اللي قبل بنت ده نفسه الشهوة انبسط جسمه شهوانيا انبسط عقله ممكن يقوله بيعمل ما ناس كتير بتعمل كده ايه مشكلة يعني احسن من غير اللي بيعمل كذا لكن الروح بتسرخ لما الروح تسرخ يعرف ان الروح دي موصولة بربها فتاني احترام هذا الصياح الوجع اللي جوه الروح ده من ده اللي بيخلي إنسان يرجع لربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال صلى الله عليه وسلم إذا زن العبد ارتفع الايمان فوق رأسه كأنه ظل خرج الايمان منه السكينة والطمأنينة لربنا والإحساس كده بالرضا عن النفس ده ممكن تشوف اللي بيعمل المعاصي دي شكله من بره مبسوط لكن والله القلب ديأ والروح بتسرخ إذا زن العبد ارتفع الايمان فوق رأسه كأنه ظل فإذا تاب عاد إليه فظلمانية الروح تستاهل ان الواحد يفر الربنا سبحانه وتعالى سيدنا براهيم بن أدهم بيقول رأيت الذنوبة تميت القلوبة وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها لنخالف نفسي روحي تنور على طول كنز الرابع هو كنز أقيم الصلاة الصلاة على الحقيقة وصل روحاني بيأوي الروح انها تسيطر على النفس تقودها في طريق ربنا الشهوات اللي ربنا أبح علينا زين اللي الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الشهوات دي في مساحة منها كبير حلال ثم مساحة تانية بعد كده حرام لما الروح تبقى هي اللي بتسوء بتخليك تحرك في المساحة المباحة أول ما النفس بشهواتها الطماعة تسوء يتجاوز الإنسان للحرام للقرش الحرام والإعلاقة الحرام والكلمة الحرام الصلاة بتقوي الصلة صلة الروح بربنا أقم الصلاة طرفي النهاري وزلفا من الليل دي مواقيت بعض الصلوات الخمسة إن الحسنات يذهبن السيئات شوف ربك يقول إن الشيطان عايزي خليك ما تصليش عشان تبقى ضعيف قدام الشهوات إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ انتهوا من الأفعال الخاطئة ويلزم الصلاة اللي الشيطان عايز يخرجك براها علشان تفقد قوة صلة روحك بربنا سبحانه وتعالى كنز الأخير الخامس إن الحسنات يذهبن السيئات يا سلام على العرض الرباني الرحيم دايما الأمل موجود في الله أي سيئة أتبعها بالحسنة تمحوها من مكانين تمحوها من الميزان أو من كتاب السيئات فما تشوفهاش في الميزان يوم القيامة وتمحو أثرها من قلبك ما هو القلب تعلق لما دقت الشهوة دي الحسنة اللي بعدها تمحو التعلق ده من القلب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اللي عايز السكة دي يفتكر الآية دي ترجمة نانسي قنقر